نبقى في عجلون ولكن قد عثرت الأجهزة الأمنية على شضايا صاروخية في منطقة الوهادنة في محافظة عجلون ذلك وفق ما نقل مراسل المملكة نقلا عن رئيس بلدية الشفاء زهر الدين العروض وأكد العروض لقناة المملكة أن الانفجار أحدث فجوة بعمق ثلاثة أمتار مضيفا أن الشضايا التي عثر عليها امتدت على مساحة خمسمائة متر تقريبا أن الضرر كان على الأشجار دون أي إصابات بشرية تفصل أكثر حول هذا الانفجار ينضم إلينا الآن من هناك من عجلون مراسل المملكة أسامة المومني أسامة إذن تفاصيل أخرى حول هذه الشضايا التي عثر عليها في محافظة عجلون بعيدا فجار سمع بشكل واضح في محافظة إربد وعجلون ومعظم المناطق الشمالية فجر هذا اليوم فضل فامطالق بالفعل تفرض في هذه الأثناء الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا حول موقع سقطت فيه الشضايا وسمع فيه دوي انفجار فجر هذا اليوم في تمام الساعة الرابعة وعشرين دقيقة تقريبا سمع دوي انفجار عنيف في منطقة الوهادنة وفي محافظات الشمال بشكل عام على إثر ذلك توجهت الأجهزة الأمنية إلى موقع الانفجار الذي سمع وموقع تواجد الشضايا في هذه الأثناء تفرض الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا وتقوم بالتحقيق والبحث عن هذا الجسم الذي تساقط الجسم الغريب الذي تساقط المعلومات الأولية التي وردت للمملكة تفيد بأنها شضايا صاروخية تأتي هذه سقوط الشضايا بالتزامن مع نقلته وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري وهو عدوان إسرائيلي على الأراضي السورية هذا يأتي بالتزامن مع تساقط هذا الجسم الغريب طبعا صباح هذا اليوم وفجر هذا اليوم كان هناك انفجارات عنيفة هزت كافة محافظات الشمال حتى اللحظة ننتظر البيان الأمني الذي سيصدر بعد قليل عن ناطق الأعلامي باسم المديرية العامة للأمن العام الذي أوضح بأنه سيكون هناك بيان بعد بيان أسباب التحقيقات حول هذا الجسم الغريب الأجهزة الأمنية التي تتواجد في الموقع كانت قد فرضت هذا الطوق وتقوم بإجراءات من خلال سلاح الهندسة للكشف عن أسباب هذا الانفجار ولكن وبحسب شهود عيان الذين تواجدوا في المنطقة هناك عدد كبير من الشضايا المتناثرة في موقع هذا الحادث هناك كميات كبيرة من الشضايا في الموقع إضافة إلى وجود حفرة عميقة في هذا الموقع وحفرة كبيرة بشكل كبير ما يشير إلى أنه قد يكون صاروخ ويرجح بأنه كان قد سقط أثناء العدوان على سوريا من قبل الاحتلال الإسرائيلي لكن حتى اللحظة ننتظر التصريحات الأمنية والعسكرية التي ستوضح سبب هذا الانفجار أو سبب هذه الشضايا وتواجدها في الموقع ومكان وصولها إلى هذا الموقع بانتظار البيان الرسمي من قبل الأجهزة المختصة أشكرك جزيلا شكر أسامة الممني مراسل المملكة معجلون شكرنا على كل هذه التفاصيل